قالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية أن نحو 15 ألف طن من الحبوب تلفت عندما وقع انفجار في صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجا في شمال غرب تركيا مساء الاثنين وقال سيدار ريفوز حاكم أقليمي قوجا إيلي أن الانفجار وقع بسبب ضغط غبار القمح في أثناء نقل شحنة من إحدى السفن إلى الصوامع ولم يتضح ما نوع الحبوب الأخرى المخزنة في الصوامع وأدى الانفجار إلى أتلاف 13 من أصل 60 صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي هناك وإصابة 12 شخصا وقال بيان للمجلس أن صوامع ميناء درينجا يمكنها استيعاب 95 ألف طن من الحبوب وكان هناك 75 ألف طن من الحبوب مخزنة عندما وقع الانفجار وأضاف وفقا للمعينة الأولية تضرر نحو 20% من مساحة التخزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر